أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالنتائج الإيجابية لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وترأس وفد مصر خلال فعالية القمة الأمر الذي يعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقلمية وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعية تطرق رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة حيث أكد أنه يتابع بشكل دوري خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما أشار مدبولي لأن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية وأكد رئيس الوزراء على بدء عمل المنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة للموطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشتعات المؤهلة